النمرود بن كنعان كان ملك بابل وقد استمر ملكه أربعمائة سنة يحكم الناس بالحديد والنار وكان أحد أربعة رجال ملك الدنيا بأسرها اثنان مؤمنان هما ذو القرنين وسيدنا سليمان عليه السلام واثنان كافران هما بغت نصر وبطل قصتنا النمرود ما هذه الأرض المغفرة؟ إنني لم أرها من قبل إنها مقابر الفقراء يا مولاي الفقراء يدفنون موتاهم في هذا السهل المنبسط الجميل بجوار النهر أين المهندس كوشي؟ رهن إشارتك يا مولاي النمرود أريد أن أهدم هذه المقابر وأبني بدلا منها حديقة لي أمرك يا مولاي ولكن ماذا نفعل برفات الموتة؟ ألق بها في أي مكان آذر كبير الكهنة أمرك يا مولاي لقد زرت المعبد بالأمس ورأيت فيه أصناما كثيرة كيف لا يكون بين الآلهة إله على هيئتي؟ أمرك يا مولاي سيكون إله القوة والحكمة والعظمة والذكاء أريد أن أراه في زيارة القادمة مولاي النمرود بل نورة تطلب الإذن بالدخول نعم أدخلها فورا رأيت في نجوم الليل أمرا خطيرا لا يجوز أن يقال على الملأي ماذا رأيتي؟ سيولد في هذا العام طفل ذكر وسيكون هلاكك وانقضاء ملكك على يديه سيولد؟ معنى هذا أنه لم يولد بعد؟ نعم إنه لا زال في بطن أمه حسرا الأمر لا زال في يدي إلى أين يأخذوننا يا سمية؟ لا أدري يا زبيدة يا جارة العزيزة لا أريد صوتنا أيها النساء تحركنا في صمت هيا أسرعا كيف نسرع ونحن حوامل يا سيد الوزير؟ ربما يساعدكن الصوت على الإسراع أن نمرود بنفسه ينتظر وصولكن مولاي هل تأكدتم أن هؤلاء كل النساء الحوامل؟ بكل تأكيد يا مولاي ها ها عظيم احتفظوا بهن في مكان أمين إلى أن يلدن أولادهن ثم دعوهن في مخازن الغلال القديمة وماذا نفعل بعد أن يلدن؟ التي تلد أنثى تأخذون الفتاة إلى جناح الجواري والأطفال الذكور يقتلون جميعا في الحال إلى أين تذهب يا آزر؟ اخفضي صوتك يا أختي سأذهب إلى الجبال حيث تغتب أمرأتي أخشى عليك يا آزر إذا علم النمرود بأنك تخفي علي حمل زوجتك أنا كبير كهنة المعبد وقد أقمت له تمثالا وجعلته واحدا من الآلهة ولكن النمرود لا يؤمن جانبه معك حق إنني لا أدري ماذا أفعل عندما يولد الطفل ليبقى مع أمي في الكهف إلى أن يصير شابا يا فعل هيا اذهب إليها بالطعام فهي في حاجة إلي وبلدت زوجة آزر مولودها الذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام وظل أبو الأنبياء مختبئا في كهف بجبل خوفا عليه من بطش النمرود حتى صار شابا يا فعا يا أخي الحبيب هل أنت ذاهب إلى قرة فؤادي إبراهيم؟ نعم ذاهب إليه وما لك تبدو حزينا إنه لا يسمع كلامي أبدا يعاندني في كل شيء يرفض عبادة آلهتنا ولكن لا تنكر عليه أدبه وحنانه وخلقه العظيم الذي لم أشهد مثله في حياتي أنت تنحازين له لأنك عمته لا يا آزر كل من رأى إبراهيم يعرف قدره ويكبر شخصه لو أنه يستجيب لي ويعبد ما نعبد من الآلهة لكنه يؤثر الاختلاء وحيدا ونظر إلى القمر وإلى الشمس وأنا لم أعد أفهمه بالمرة هل أرسلت في طلبي يا مولاي؟ نعم يا بنورة إنني مصاب بالأرق ولا أستطيع النوم معذرة يا مولاي الذي سينهي حكمك أي مولود لقد قتلت كل المواليد الذين جاءوا إلى الدنيا في هذا العام قتلت الجميع إلا عدوك أنت محتالة محتالة كاذبة يا بنورة شكرا لك يا مولاي هل تأذن لي بالانصراف؟ بل انتظري أخبريني عن عدوي هذا بالمزيد أريد أن أعرفه وأستعد له سيظهر لك في الوقت المعلوم أريد كلاما محددا متى وأين؟ العلم عند الآلهة أنا الإله ولن يستطيع مخلوق أن يتحداني هل تفهمين؟ وصل الجبروت بالنمرود أنه كان لا يطعم إلا من يسجد له بينما وصل خليل الله إبراهيم إلى قمة العقل والحكمة فأوحى الله إليه بالحق وأمره أن يدعو الناس إلى الدين الحنيف أيها الناس يا عبيد إحساني قررت أن أرزقكم هذا الطعام فاشكروني واركعوا لي لم يصلني شيء من الطعام يا مولاي هذا لأنك لم تحسن الركوع وتستحق أن تموت من الجوع أنت أيها الفتى لماذا لا تركع؟ ألك إله غيري؟ قال له سيدنا إبراهيم رب الذي يحيي ويميت أنا أيضا أستطيع أن أحيي وأميت سأحيي هذا الرجل انضفي سلام المجد والعز لمولاي الملك وسأقتل هذا الرجل وما ذنبي أيها الظالم اللهم انتقم منه شر انتقام أرأيت؟ أصبحت أنا أيضا أحيي وأميت قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب ماذا بك يا مولاي؟ لماذا توقف لسانك عن النطق؟ أين الأطباء؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ماذا جرى له يا طبيب؟ لا أدري كيف لا تدري؟ أليس هذا عملك؟ هناك علن يعجز العلم عن اكتشافها أنت مهندس بارع فهل تعرف كيف تقف السماء دون أعمده؟ لا هذا سر من أسرار الكون وما أصاب الملك النمرود مرض لا نعرف أصله ولا أسبابه إنني لا أفهم شيئا من حوار العلماء أتصور أن النمرود سينهض من كبوته وسيعود أقوى من ذي قبل حمدا للآلهة على شفاء مولاي أية آلهة أنا وحد الذي منحت نفس الشفاء نورك لك في صحتك يا مولاي بل نورة سأثبت لك من هو النمرود لقد عرفت عدوي وأصبح من السهل محاربته من هو يا مولاي؟ إنه ذلك الشاب ابن آزر الذي تحداني وقال لي إن له إلها غيري أتقصد إبراهيم الذي طلب منك أن تجعل الشمس تطلع من الغرب؟ إنني أتعدب كيف يكون ابن آزر كبير صناع التماثيل كافرا بآلهة أبيه ابعثوا إلي بآزر في الحال قل لي يا تارح أليس اسمك الأصلي تارح قبل أن تحصل على لقب آزر بين الكهان بالضبط يا مولاي اسمي تارح وآزر هذا لقب كهنوتي حصلت عليه بإخلاصي لمولاي النمرود متى يا تارح؟ ولد ابنك إبراهيم لا أدري على وجه الدقة يا مولاي لقد كبرت سني ولم أعد أتذكر سأحاول تذكيرك هل ولد في العام نفسه الذي أمرت فيه بقتل الأطفال الذكور؟ لا لا بالتأكيد لا وإلا كنت قدمته بنفسي للقتل يا مولاي أصدقك يا تارح ولكن يجب أن تقدم ما يثبت إخلاصك أمرك يا مولاي أنا خادمك المطيع هل يرضيك ما فعله إبراهيم معي؟ لا يا مولاي والأدهى من ذلك أنه ذهب إلى المعبد وقام بتحطيم جميع التماثيل إلا واحدا منهم وهو كبيرهم حطم التماثيل بما فيها تمثالي أنا؟ نعم للأسف يا مولاي يجب أن يعاقب وسيكون عبرة لمن يعتبر قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين هيا أسرعوا من يتقاعس عن العمل سيحرق قبل إبراهيم أريد أن أعرف كيف نجى إبراهيم من النار كيف دخل إلى المحرقة وخرج سالما إنها ظاهرة ليس لها تفسير يا مولاي كيف تغيرت خواص النار فأصبحت بردا وسلاما العلم يقف عاجزا عن تفسير ذلك أغربوا جميعا عن وجهي ابقي أنت يا بنورة فسري لي ما حدث ليس لدي تفسير يا مولاي ماذا؟ سأجزل لك العطاء ولكن ساعديني الآن ليس بإمكاني يا ملك البلاد كيف أنجو من إبراهيم هذا؟ بل تنجو من ربي إبراهيم أن تتبع الحق الذي جاء به النبي الكريم النبي الكريم؟ هل آمنت به؟ وهل يجوز لعاقل أن يرى المعجزة بنفسه ثم ينكرها؟ حتى أنت يا بنورة الكل خائن الكل خائن سألتقم منكم جميعا تستطيع أن تؤذينا جميعا في الحياة الدنيا ولكن هذا لن ينجيك من عقاب الآخرة لا يوجد من يستطيع عقابي أتفهمين؟ أنا الملك الإله وسأظل هكذا ما حييت اسمع يا كوشي أعرف مدى تعلقك بالمال العفو يا مولاي أنا خادمك المطيع سأعطيك كل ما تطلب بل ضعف ما تطلب مرني يا مولاي الملك الإله أريدك أن تبني لي صرحا عاليا يخترق السحاب ويصل إلى السماء المهم أن تبدأ فورا أحسنت يا كوشي إنني ألمس السحاب بيدي هذه هي المرحلة الأولى يا مولاي من الصرح في المرحلة الثانية سنرتافع فوق النجوم الآن أستطيع أن أقولها بثقة نجوت من إبراهيم وأتباعه وأراهم من مكاني هذا أصغر من النمل وأستطيع أن أسحقهم بقدمي ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنه الزلزال أو ربما بالغنا في الارتفاع امنع سقوط البناء افعل شيئا افعل أنت إذا كنت إلها كيف تخاطبني بهذا الأسلوب؟ سنموت أيها الأحمق أصمت آه الشيء العجيب أنني بخير لم تتحطم ضلوعي بالتأكيد هذا لأني ملك وإله ما هذا؟ من أين أتت سحب البعوض هذه؟ إني لا أرى من كثرة البعوض إنني أعمل الآن ليس هذا وقت التسول ألا تعرفني؟ أنا الملك النمرود لديك نفس الصوت بل إنك تشبيه بالفعل أنا هو أيها الأحمق تأدب يا رجل أتكون فعلا الملك النمرود؟ نعم نعم أيها الطبيب صدقني أعطني أمارة على كلامك كيف تغير النار خواصها ولا تحرق إبراهيم؟ العلم عاجز دائما عن فهم مثل هذا أنت الملك إذن؟ ما الذي جرى لك؟ ألم تسمع بالكارثة؟ هجمت جيوش البعوض وقتلت كل جنودي وأتباعي ودخلت بعوضة إلى رأسي تطن طوال اليوم تطن تطن أسمع صوتها بالفعل ولكنها غير ظاهرة يبدو أنها دخلت من الأنف أو من الأذن واستقرت بالجمجمة المهم أن تخرجها من رأسي ستموت لو حاولنا إخراجها وما العمل؟ لا تقل إن الطب يقف عاجزة هناك حل وحيد أن يضرب رأسك بالمطارق حتى تهلك البعوضة في داخلك قد عفونا عنك ولا نريد ضربك ولكنني أتوسل إليكما لا أستطيع النوم بطنين البعوضة في رأسي إنها تطن لقد ضربناك بالأمس يا نمرود على رأسك ألا تهلك تلك البعوضة أبدا؟ لا تزيد من طنينها أرجوكما أسرع بضربي فوق رأسي حسنا حسنا لا تبكيك النساء يا رجل سنضربك على رأسك إنني لا أجد مطرقة أضربك بها الحذاء الخشبي الحذاء الخشبي سيدي يفيد الغرض هل أنت متأكد يا نمرود أنك تريدني أن أضربك فوق رأسك بالحذاء؟ أرجوك أرجوك يا سيدي حقق لي هذه الأمنية الغالية لا حول ولا قوة إلا بالله النمرود أعتى حكام الدنيا تقهره بعوضة وتذله إلى هذا الحد ماذا تريدني أن أمرود؟ الرجل الذي كان يضربني على رأسي بالحذاء لم يعد يضربني هذا لأنه ما توضع الدنيا تخلص من إزعاجك له لكن البعوضة تطن في رأسي تطن تطن آه تطن أريد أن يضربني أحد لا تبكي الرجل لا يبكون لا ما ليبكون إذا كان في رأسهم بعوضة تطن؟ اهدأ أريد مطارق من حديد حسنا خذي أيتها البعوضة الحقيرة التي لا تعرف قدرها أمام رب العالمين متى ينتهي عذابي يا بنورة؟ متى؟ ومثلما ظل النمرود يسرف في الظلم أربعمائة عام ظل يعذب من أضعف حشرة أربعمائة عام أخرى كان أمام النمرود عدة فرص للتوبة عرف الحق في حواره مع النبي الكريم لكنه عاد إلى المكابرة ورأى معجزة خروج سيدنا إبراهيم من النار فازداد كبرا وعنادا ثم أنجاه الله من الصرح المهدوم فأصر على الظلم والكفر فاستحق ما ناله من عقاب يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل أحدهم أبرص يعاني من مرض جلدي والثاني أعمى والثالث أقرع لا ينبت الشعر في رأسه مرحبا بك يا عزرى يا سيد شمعون جئت إليك راجعني المصاهرة لأتزوج إحدى ابنتيك ماذا لديك من المال؟ ليس لدي مال أدخره ولكنني قوي البنيان وأعمل أجيرا عند من يطلبني انظري إلى هذا الأقرع الذي يريد الزواج بواحدة منه ليس أقرع فحسب وإنما أيضا فقير لحظة سأسأل الفتاتين تفضل يا سيدي تفضل تسألنا عن ماذا يا أبي؟ لم يبقى غير هذا الأقرع ليتقدم إلينا؟ إلى هذا الحد تريد أن تتخلص منا؟ أقرع اخفض صوتكما أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم السلام عليكم يا سيد ليشان ماذا تريد أيها الأبرص؟ إن لي اسم يناديني الناس به وهو ميخة فلماذا تناديني بمرضي؟ لأنك أبرص وأخشى أن تعديني إن مرضي لا ينتقل برد السلام اختصر الكلام فأمامي عمل كثير سمعت أنك تحتاج إلى مساعد يعاونك في بيت العطور طلبك مرفوض أيها الأبرص لماذا؟ إنني مجتهد ومخلص هل جننت؟ إنني أبيع العطور العطور فمن يشتري مني إذا كان مساعدي أبرص تؤذي رؤيته الناس هيا ابتعد عني هيا الأرزاق بالله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أيها الناس ألا يوجد من يدلني إلى طريق السوق؟ انظري يا اليورا إنه أعشر الأعمى أنت تعرفين اسمي يا باتية فلماذا تنادينني بالأعمى؟ ما هذا اليوم العجيب؟ يبدأ بأقرع وينتهي بأعمى هيا انضي عني وتركاني أبحث عن شخص يدلني إلى طريق السوق سقطت في الوحل يا أعمى شكرا لكم على هذه المساعدة أنا الذي مددت لك يدي وجلبتك من الماء لا أدري كيف أكافئك الأمر بسيط أعطني نقودك لا أملك شيئا للأسف أتعرف أن الذي مد إليك يده أبرص ها 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 لقد أذاك بالمساعدة ما الذي يضحكك إلى هذا الحد يا أقرع؟ أقرع وأبرص وأعمى؟ إذن الحال من بعضي ألست ما جائعين؟ آه إنني أتدور جوعا إنني أشم رائحة التمر شيء طبيعي فنحن نجلس تحت نخلة أيها الأعمى إذن ليتسلق أحدكم النخلة ويلقي إلينا بالتمر وسنحفظ له نصيبه ولماذا لا تتسلقها أنت؟ إنني أعمى لا أرى موضع قدمي وأنا أبرص كيف أمسك التمر بيدي؟ وأنا أقرع وأخشى على رأسي من أشاعة الشمس حجة فارغة يجب أن نتعاون معا وإلا هلكنا جوعا صدقاني لماذا لا يرد علي أحد؟ آه ليتني أجد عملا ولكن من يقبل أن يستعين برجل مريض مثلي؟ وبعث الله ملكا من السماء إلى الرجل الأبرص ما؟ ما هذا الضوء المبهر؟ طمأنه الملك الكريم وقال له أي شيء أحب إليك؟ أحب الأشياء إلي؟ آه لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ذلك المرض مسح الملك الكريم جلد الرجل فشفي من المرض وذهب عنه البرص هل هذه يدي؟ وهذا جل حقا؟ الحمد لله قال الملك أي المال أحب إليك؟ إنني أحب الإبل ولكن من أين لي بها؟ أين ذهبت يا سيدي؟ إنها ناقة الناقة التي تمنيتها يا كرم الله قال الملك بارك الله لك فيها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وذهب الملك الكريم إلى الأقرع أرجوك أن لا تؤذيني وإن كنت أظن أن ذلك النور والبهاء لا يأتي إلا بكل خير وقال له أي شيء أحب إليك؟ شعر حسن ويذهب عني ذلك القرع الذي جعل الناس يهزؤون بي ما هذا الذي ألمسه بيدي؟ من هذا الشاب الجميل؟ هو أنا؟ شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب قال له الملك فأي المال أحب إليك؟ البقر البقر يساعدني في فلاحة الأرض ويطعم صاحبه ويسقيه أه أه كيف جاءت هذه البقرة إلى هنا؟ قال الملك قبل أن ينصرف بارك الله لك فيها ما هذا الريح الطيب؟ هل عادت إفرات؟ أم أن في كوخ المتواضع ملك من السماء؟ أعاد الملك على الأعمى نفس السؤال أي شيء أحب إليك؟ أن يرد الله إلي بصري فأرى الناس من حولي لماذا تمسح بيدك على عيني يا سيدي؟ إنني أرى إنني أرى ها هو المرعة ها هي السماء؟ ها هي السماء؟ ها هي السماء التي طالما تخيلتها؟ لا لا إنها أجمل من الخيال سبحان من هذا خلقه وسأل أي المال أحب إليك؟ الغنم لكم وددت أن أكون راعي لل... ها؟ سبحان الله الحمد لله على ما أعطى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أخذ كل واحد من الثلاثة عطاء الله ومضى في طريقه وتحقق الدعوة الملك الكريم بالبركة في الرزق لماذا تأخر عزرة عن الظهور؟ أشهر بالضمأ الشديد عفوا أيتها السيدات فالبقرة والدت اليوم وهي تحتاج إلى إرضاع وليدها بارك الله لك انظري إلى شعري الحريري الذي يتطير مع النسيم لنذهب إلى ميخة فلبن الإبل أفضل وألز من لبن البقر لقد أحضرت لك يا سيد ميخة أفضل أنواع العطور وأغلاها أخشى أن تؤذي جلد هذه العطور الرديئة لا يا سيدي أقسم لك أنها مستخرجة من أفضل أنواع الزهور وأجملها رائحة لا حاجة لي بها إذن خذها هدية هدية؟ وما مصلحتك في هذا؟ إذا عرف الناس أن سيد ميخة صاحب أجمل وجه يستخدم عطوري لتهافت على شرائها إذن سأقبلها يشرفني يا سيدي أن أطلب الزواج بابنتك الطيبة إفرات يا ولدي أنت تملك واديا من الغنم ونحن فقراء لا نملك شيئا على كل حال يجب أن أسأل الفتاة عن رأيها وهل لي رأي بعدك يا أبي؟ هذا الخجل دليل القبول بارك الله لكما وأبعد عنكما وساوس الشيطان أخيرا رأيت وجهك الجميل وستصبحين زوجة لي يا إفرات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعاش الثلاثة في نعمة عظيمة ثم جاء وقت الامتحان أتى الملك الكريم في صورة رجل أبرص فقير انتظر يا من تطرق الباب لست واقفا خلفه والقصر كبير السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام نعم ماذا تريد؟ أنا رجل مسكين وانقطع بي الحال في سفري فلا نجات لي اليوم إلا بالله ثم بك اختصر أرجوك ما طلباتك؟ أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتعيش به في سفري ناقة كاملة يال الجرأة هل جنينت؟ هيا اذهب كأني أعرفك أنت أيها الفقير تعرفني كيف؟ ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله بالطبع لا إنما ورثت هذا المال أبا عن جد إن كنت كاذبا أدعو الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه أين القصر؟ وإن وادي الإبل؟ أنت أيها الأقرع ماذا تريد يا هذا؟ ألا تعرفني؟ أنا السيد ميخة أغنى الأغنياء بل كنت أغنى منك بواد البقر قبل أن يضيع كل شيء في لحظة هل أنت صاحبي عزرة؟ ولكن أين شعرك؟ جاءني رجل أقرع يسألني حسنة ولكنني رفضت أن أعطيه الذي جاءني كان أبرص هذه صورتنا القديمة التي نسيناها وتنكرنا لها من قال أنني كنت أبرص؟ انظر إلى يديك يا إلهي ما هذا الجلد القبيح؟ أقبح منه قلبك أيها البخيل لم يعد إلا هذا الأقرع ليسخر مني لولا خشيتي من أن ألمس جلدك لضربتك حتى الموت ألم يرى أحدكم زوجي عزرة؟ زوجك عزرة؟ نعم إن له علامة مميزة شعر كالحرير هيا يا أختي نبحث عن زوجينا في مكان آخر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون وجاء الملك الكريم إلى الثالث في صورة رجل أعمى احذر أن تسقط في النهر يا سيدي رجل مسكين وابن سبيل كلنا مساكين وأبناء سبيل يا عماه لا تتعجب كنت أعمى مثلك أستحلفك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة تعينني في سفري المال مال الله خد ما شئت ودع ما شئت فوالله لم أمنع عنك شيئا أخذته من الله أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق عير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كان سيدنا داود عليه السلام في أول صباه عندما قامت الحرب بين طالوت وجلوت وكان له الكرم من الله أن قتل جلوت وكان طالوت قد أعلن أنه من يقتل جلوت سيزوجه ابنته ويقاسمه في حكمه وبعد انتصار سيدنا داود عليه السلام على جلوت بدأ بخوض المعارك والانتصار بها وبدأت المكائد من حوله فخرج من القرية باحثا عن مكان يجد فيه الأمان فما كان من بعده إلا أن اجتمع بني إسرائيل على أن يعود سيدنا داود عليه السلام ليحكمهم بعد موت طالوت إن ما يفعله داود عليه السلام من أجل صلاح بني إسرائيل لا ينكره إلا جاحد فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منها ورغم كل هذا فداود النبي عليه السلام لا يكف عن مناجات ربه وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام وظل داود عليه السلام يعبد ربه فكان إذا قرأ في الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام كانت الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام من شدة التأثر بجمال صوته حيث كان يقرأ الزبور بسبعين طريقة مختلفة وكان أفضل الصيام صيام داود فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يتوقف عن الذكر والصلاة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن معجزات داود عليه السلام أن الله تعالى ألان له الحديد فلقد كانت من المعجزات الباهرات كان الحديد يدين في يده من غير نار يصنع منه الدروع وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده رغم أنه كان نبيا وملكا وأوشك أن يولد سليمان عليه السلام ليكمل سلسلة الأنبياء المباركة وليرث داود عليه السلام وولد سليمان عليه السلام في أورشليم عام تسعمائة وخمسة وثمانين قبل الميلاد وكانت فرحة كبيرة من بني إسرائيل تملأ أورشليم لميلاد سليمان عليه السلام ولم يكن سليمان عليه السلام هو أكبر أبناء داود ولكنه كان أحكمهم فقد عرضت قضية على أبيه داود عليه السلام بين راع للغنم قد دخلت خرافه لأرض رجل قد تعب في زراعة أرضه وأفسد قطيع الغنم الأرض فاحتكما لسيدنا داود عليه السلام أين ذهبت أيتها الأغنام؟ أغنام ضع ثملي وزرعي أغنامك أكلت ما شقيت في زراعته طال العام لم أقصد لم أقصد يا صاحب المزرعة حسنا إذن سأذهب إلى داود عليه السلام ليحكم بيننا فسمع داود عليه السلام لشكوى صاحب المزرعة يا نبي الله لقد أكلت أغنام هذا الرجل زرعي وثماري فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب المزرعة تعويضا له إلا أن سليمان عليه السلام قضى بأمر آخر ما قضى سليمان عليه السلام لصاحب المزرعة بأن يأخذ الغنم ويستفيد بألبانها وخيرها وأن يقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض لتعود لصاحبها كما كانت وبارك داود عليه السلام هذا الحل من ولده الذي يبلغ الآن من عمره إحدى عشرة سنة لقد أتاه الله الحكمة مثل أبيه فسليمان عليه السلام يشبه والده في خصاله النبيلة لقد عادت لك أرضك يا أخي صالحة مورقة نعم هذا صحيح لقد عادت أرضي صالحة ومورقة من جديد حسنا إذن وهي أغنامك لم يوقس منها أي شيء بل أطعمتها وسقيتها تفضل اللهم احفظ داود وسليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وفي ليلة كانت سيدتان تجلسان تحت شجرة ومعهما رضيعيهما فهجم ذئب وأكل أحد الرضيعي واختلفت السيدتان أن الطفل لها إنه ولدي إنه ولدي أنا بل هو ابني أنا ولدك قد أكله الزئ فلنذهب إلى نبي الله داود عليه السلام ليحكم بيننا وليعيد إلي ولدي ووقفت أمام داود عليه السلام ليحكم بينهما إنه ولدي يا نبي الله لقد تركت ولدها للذئب فاختطف إنه ولدي أقسم بالله الواحد الأحد إنه ولدي يا نبي الله فحكم داود عليه السلام للكبرى بالولد ولدي عاد لي ولدي يا رب أظهر الحق على يد سليمان عليه السلام فلقد خدعت هذه الكاذبة نبي الله داود عليه السلام فيدى بسليمان عليه السلام أمامهما فعرف ما كان فأعادهما مرة أخرى وهذه أيضا من المواقف التي ظهرت فيها حكمة سيدنا سليمان عليه السلام وأمر سليمان عليه السلام أن يأتوه بسكين ليقسم الطفل بينهما وأنا أوافق على اقتسام الطفل بينا لا لا أعطيها الطفل ولا تقسم ولدي أعطوها إياه حسبي الله ونعم الوكيل فعرف سليمان عليه السلام من هي أم الرضيع فأعطاه للصغرى ولدي ولدي حبيبي عدت إليه عدت إلى حضن أمك وبعد أن أسس داود عليه السلام بناء راسخا لبني إسرائيل وأقام جيشا قويا يدافع عنها حانت لحظة النهاية وحان الفراق وجاء ملك الموت عليه السلام لداود فقال له داود عليه السلام أنت والله ملك الموت فقبضت روح داود الطاهرة ومات عليه السلام مات داود عليه السلام بعد مئة عام من العطاء والحب والإنفاق في سبيل الله والعبادة والصوم والصلاة وقيام الليل والدفاع عن الحق وأصبح سليمان عليه السلام بعد موت داود هو الحاكم الملك على بني إسرائيل وأصبح سليمان عليه السلام ملكا عظيما إنه سليمان بن داود عليهم السلام وظل سليمان عليه السلام يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد استجاب الله تعالى لدعائه وأيده وسخر له من كل مخلوقاته الطيور والإنس والجن والشياطين ليبدأ سليمان عليه السلام رحلته لنشر الدين بكل ما أوتي من قوة وكان الجن يصنعون لسليمان عليه السلام الجفان وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء وقد عد سيدنا سليمان عليه السلام جيشا كبيرا ليفتح به الأرض واجتمع بقادته ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وناقش سليمان عليه السلام القادة في الحرب القادمة حيث إن أعداءه ما يزالون حوله ينوشون بسيوفهم ويرمون برماحهم بغية سقوط سليمان يا نبي الله لا بد أن نعد الجيوش للمعركة القادمة ولا بد أن يروا منا بأسا شديدا وأمر سليمان عليه السلام جنوده بالاستعداد للمعركة وبعد أن خرج الجيش وكان في طريقه وأحس النمل بخطوات جيش سليمان عليه السلام وتقترب سبحان من خلق وعلم ودبر لها هذه الحاسة لكي تشعر بجيوش سليمان عليه السلام فقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهنا تجلت قدرة الله وعلمه الذي علمه لنبيه فقد سمع سيدنا سليمان عليه السلام ما دار من الحديث بين النملة وأخواتها وفهم ما قصدته النملة فتبسم ضاحكا من قولها ثم أمر جنوده بالمسير ببطء حتى يدخل النمل إلى بيوته ثم رفع سليمان عليه السلام يديه إلى السماء شاكرا الله تعالى على نعمه الكثيرة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين واستمرت معجزات نبي الله سليمان عليه السلام وما زال يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزة خارقة وكان من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام الريح فقد كانت تستجيب لأمر النبي الكريم وتذهب حيث يأمرها سبحان الله وبحمده هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر سليمان الريح فتذهب حيث شاء وبدأت المعجزات والآيات تتوالى والدهشة تملأ القلوب والعيون مما يفعله سليمان عليه السلام في ملكه فقد اتسع ملكه ووصل لمشارق الأرض ومغاربها وأخذ يخوض المعارك ويفتح البلاد ويهدي العباد لرب العباد كان قويا عنيدا في الحق بجانب طيبته وخلقه الحسن يدافع عن ملكه ولا يتخاذل لقد ابتل الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر فقد سلب الله ملكه واستلم شيطان الملك وجلس على كرسيه حتى انتهى امتحان سيدنا سليمان عليه السلام وسليمان عليه السلام عاجز وقتها مسلوب للقوة وإما أن سليمان عليه السلام كان مسلوبا للقوة يجلس على الكرسي سواء كان هذا أو ذاك فلقد مر سليمان عليه السلام بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء بعدها رجع سليمان عليه السلام لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر فلقد وصل إيمان سليمان عليه السلام لحق اليقين ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واخذ يتفقد الطير فوجد مكان الهدهد خاليا فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين وعاد الهدهد في ذل وخضوع إلى الملك سليمان فوجده ساخطا عليه فقال له سليمان عليه السلام أين كنت أيها الهدهد وما هو سبب مخالفتك أمري سوف أعذبك أو أقتلك إن لم تأتني بسلطان مبين فقص الهدهد على سليمان عليه السلام قصته كلها وما رأى عند بلقيس فابتسم سليمان عليه السلام وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون وذهب الهدهد في مهمته ونما وصل إلى مملكة سبأ ألقى الكتاب وطار بعيدا ما رأيكم؟ أفتوني في أمري نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أنا لا أرغب في حرب أخشى من الهوان على قومي هوان لا يستطيع أحد هزيمتنا يا ملكة البلاد فنحن الأقوى دائما سأرسل إلى سليمان بهدية فإذا كان من طلاب الدنيا قانع بها ورجع وإن رفضها يا مولاتي إن رفضها فهو صاحب مبدأ لا يحيد عنه جهز الهدايا لسليمان وأولها صندوق ممتلئ بالذهب والأحجار الكريمة سمعا وطاعة يا مولاتي نظر سليمان عليه السلام إلى الهدايا وقال من أين هذه؟ هدايا من الملكة بلقيس إلى الملك سليمان فقال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون هذا ما حدث يا مولاتي اسمعوا سنذهب لسليمان طائعين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون واجتمع سليمان عليه السلام بجنوده من الجن وقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أنا آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل أن تقوم من مكانك أي قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قرب الزوال وأما قوله وإني عليه لقوي أمين أي وإني لذو قوة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك عاد الهدهد إلى سليمان عليه السلام وأخبره بخروجها فأمر سليمان عليه السلام الجن أن يعد لها بنيانا لتنزل فيه فلما جاءت قال لها سليمان عليه السلام ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فقال إنه صرح ممرد من قوارير فقالت الملكة بالقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين مات سليمان على كرسيه ولا يعلم أحد بموته عليه السلام فأخذت الجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبونه حيا قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما أخر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين عاش بطل قصتنا في زمن الفترة أيما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعى برصيصة يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام أربعين يوما لا يشرب فيها إلا الماء ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى يا رب يا رب لقد تعبت من السير لماذا يقتن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده ها قد وصلنا سأطرق الباب بسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك لقد بدأ في صلاته الآن ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري قد يصلي عشر ساعات وأحيانا يستغرق في الصلاة لأيام كاملة وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم هيا يا أبا نوب سنأتي له في وقت لاحق ماذا بك يا سيد الشار؟ أراك تبدو حزينا مهمومة كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشيل في مهمته تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض ولكننا جربنا كل الحيال معه دعني أحاول مرة أخرى لن نخسر شيئة يعجبني حماسك للعمل لا بأس حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولا بأول من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة وعليك السلام لم أتعرف عليك بعد واحد من آلاف المخلوقات فما أهمية الإسم؟ صحيح يبدو أنك رجل حكيم أرجوك أرجوك أن تعلمني شيئا أستفيد به في حياتي سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفيا من مرضه في الحال وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخلي وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شفيه بالضبط يا سيد الشر ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون آه النجدة آه نار في رأسي آه يهدى يا وزيري أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي سيد الملكة بترك هل لي أن أقترح حلا لعلاج الوزير بلاطوس؟ تحدث يا الجندي أبا نوب هناك راهب صالح يسكن في صومات في أطراف المدينة يدعى برصيصة سمعت به وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجابا عند الله آه النار بداخلي أنقذوني آه خذوه إلى ذلك الراهب فورا ربما أمكنه العلاج لن نخسر شيئا بالتجربة أرجوك يا سيدي صلي من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك الدعاء المبارك؟ ومن غيرك يستطيع علاجه؟ سأجرب شيئا ربما نجحت آه نار في رأسي النجدة النجدة الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير أين أنا؟ وما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق إنني في أتم صح حمدا لله يا له من أمر عجيب بورك فيك يا سيدي الراهب أنا لم أفعل شيئا يا لك من رجل متواضع هذه شيم العظام اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة وأنا أيضا أرجوك يا سيد برسيصة لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا قلت لكم لا وألف لا كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد سنبني لها غرفة بجوار صومعتك سأراها في طريقي كل يوم سأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب لا لا ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة يا سيدي الراهب نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق ولكن نتوسل إليك أن لا تخذلنا لا فائدة ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها أين كنت مختفيا يا صديق العزيز؟ آه توأت جول في أرض الله واسع متأملا مخلوقاته العجيبة دعائك الذي علمته لي أثاره طيب للغاية ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء الله هو الشافي ما نحن إلا أسباب في يديه ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري عانك الله سمعت اليوم صوت الذئب يحوي لعله اجتم رائحة طعام قريبة أنا وضعت الطعام على بابها أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري كان الأحوة أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها أتظن ذلك؟ يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا؟ لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة، ولكنني لست سيداً لأحد، هذا ما قصدته هذا تواضع عظيم منك إليك هذا الطعام أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي هذا واجبي، لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام، لهذا وقفت أنتظرك هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري، ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة، أقصد شكراً لك سيدي على تعبك أغلقي الباب خلفك جيداً أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي أستغفر الله، أستغفر الله يجب أن أبدأ صلاتي من جديد يسمع برصيصة أحدهم قادمة هي بالتأكيد ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها أحدهم يطرق الباب من بالباب؟ نهوانا معذرة يا أخي، كنت أظنك هي هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها لا تذكر شيئاً الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها نعم، نعم، تذكرت سمحني، مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة خشيت أن يأكل الذئب طعامها، ومن وقتها لا أطرق بابها هتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ نعم، مريضة تحتضر وكيف عرفت؟ سعالها يدمي القلوب، مسكينة، ستموت موتاً بطيئاً، إذا لم يسعفها أحد ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها وحاول أن تساعدها لا تخشى على نفسك فأنت راهب وعابد وزاهد ودعواتك مجابة بأمر الله نعم، ولكن إما هذا وإما أن تتركها تموت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عفواً لدخولي، إنما أردت أن أطمئن عليك أهلاً سيدي دعك من الكلام الآن وتناولي هذا العسل الجبلي هو مفيد جداً لك ما أطيب طعمه شكراً لك لا شكر على واجب يا معذيرة لم أعرف اسمك اسمي ريموندا يا سيدي ريموندا؟ ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم نور العالم؟ يا له من معنى جميل إنني في الحقيقة نادم أشد الندم نادم على فعل الخير؟ لم أعود أفهمك يا صديقي لقد شفيت الفتاة تماماً لم تعود بحاجة إلى وجودي بجانبها أكمل ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم ونجلس معاً للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش أحدها بين أربعة جدران ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها أؤنس وحدتها؟ هذا كلام خطير ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة تتحدث كأنك إنسان عادي أنت راهب يا برصيصة وزاهد ونفسك طاهرة أنت غير الناس جميعاً أتظن ذلك حقاً؟ سيدي الراهب ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك لقد تأخر الوقت يا سيدي والأفضل لصحتك أن تنام كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا ولا سعادة لي بدونك ريموندا أين كنت كل هذا الوقت؟ معذرة يا سيد الشام كنت مجغولاً في العمل مع الراهب برصيصة؟ أمم لا وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة لقد سقت برصيصة في الفاحشة حقا؟ لا أصدق لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض لماذا تبكين الآن؟ ليتني مت قبل أن يحدث ما حدث إنني أكره نفسي أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا أرجوك يا سيدي اتركني اتركني وكفى ما جرى بل ستأتين معي لتعيش في صومعتي فليشك فينا أحد من الناس ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصة مع الفتاة طفلا بريئا أذنبلا قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا نحن لسنا زوجين لتنجي بيلي لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة؟ المسكين يتألم من البرد سأذهب أنا إلى غرفة القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح سلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري لو رآه غيري من الناس لظن أنه ولدك ولو رآه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع كان برسيسا مشغولا بدفن الطفل بعد قتله لقد أحضرت له الملابس الثقيلة هل نعم؟ سأذهب إليه إنني لا أجده في الصومع برسيسا؟ 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 أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني فعلت ما كان ينبغي أن أفعل أنا لا أفهم أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه قتلت لا لا أنت تكذب أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسا أستحلفك بالله ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات لا لا أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك قلت خرسي سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تحدث يا برسيسة لقد قتلت الطفل مثل ما نصحتني أنا؟ أنا؟ أنا لما أنصحك بالقتل قلت لك فقد يجب أن تتخلص من الفضيح المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي آه هذا خطأ كبير قد يمر أحد الناس بجوار الصومعة فتستنجد به أو تحكي له كل شيء أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة أنت قتلت ابنه المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة إذن أقتلها وأجبرها على الصمت انتظر يا برسيسة لا تتعجل يا أخي العاجلة من الشيطان أسلوبك رائع يا أبيض وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ أخرج من هنا ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزم الصمت وتنسي ما جرى كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك لا لا يا برسيسة لن أصمت أبداً إذن أنت لم تتركي لي خياراً آخر لقد قتلتني قبل ذلك مرتين قتلتني يوم وثقت بك وقتلتني يوم أخذت ابني لا فائدة يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره وقتل برسيسة ريموندا اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي إنك أنت الغفور الرحيم سيد الراهب كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضاً شديداً وحاولت إسعافها بكل الطرق نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها شكراً لكل ما فعلته من أجل أختنا لقد قمت فقط بواجبي من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر أين أختك؟ لا تذكرني رحمها الله ماتت مريضة بل ماتت مقتولة بعد أن كيف تجرؤ على اتهام الراهب برسيسة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب نفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة كان كابوساً فضيعاً لقد رأيت لا عليك أما أنا فلا أستطيع الكتمان ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا هذا نفس ما رأيته ودلني عليه رجل مسافر هو نفس حلمي أيضاً لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها نعم على يمين الباب في حفرة عميقة ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب هل يمكن أن نرى جميعاً نفس الحلم؟ تعونا نتحقق من هذا الأمر وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جرا ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة أصمت أيها المجرم أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه اخرس ولا تزد كلمة واحدة يا للفضيحة يا للفضيحة يا لك من داهية يا أبيض إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية لست راضياً عن نفسي بعد يا سيد إبليس كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين هذا غير الكذب فماذا تريد أكثر؟ إن الطموحي لا يتوقف عند أحد ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى سترى حالاً يا سيد إبليس أرجوك يا صديقي أن تنجيني أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيد الراهب لم أعود راهباً أنا فاحش وكاذب وقاتل أرجوك ساعدني كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستح وأنت أتقى بني إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي ثم إنك اعترفت لإخوة الفتاة بكل ما فعلت فأقفك في غاية الصوبة أنت الذي دفعتني لهذا كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة كنت تشجعني دائماً حتى حتى ماذا؟ أكمل أنت شيطان نعم أنت شيطان خيراً عرفتني ولكنه إدراك متأخر يدل على الغذاء الشديد لا تؤخذني إنما أقرر حقيقة دعك من الكلام وفعل شيئاً سيقتلونني سيقتلونك هذا شيء مؤكد وليس أمامك إلا حل وحيد قبلته قبلته ما هو؟ أسجد لي سجد واحد وأنجيك من كل هؤلاء قبلت الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة إنني ساجد أمامك فأجرني هذا ما أردته منك يا ورصيصة وكانت النتيجة أنك كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمي ها هو المذنب أقتلوه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين